من بغداد ينضم العينة المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني مرحبا بك يا مانا سيد عبد الرحمن عبر شاشة الغد رغم تقرير أوبك قدم توقعات متشائمة بشأن الطلب على النفط والاستلاك على المدى المتوسط إلا أن الأسعار مرتفعة لو توضح لنا طبيعة العوامل التي دعمت الأسعار لهذا الارتفاع الحقيقة يعني هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على السوق النفط العالمية هذه العوامل امتازت بين العوامل السياسية والعوامل الأمنية والعوامل الاقتصادية اللي هي خلال هذه المرحلة كانت الأكثر تأثيرا على تقلبات أسعار النفط يعني احنا ما نشهد من انخفاض ثم ارتفاع ثم انخفاض ثم ارتفاع هذه الارتفاعات هي الحقيقة لا تعكس استقرار للسوق النفطية ليست بفعل العوامل السياسية أو الجيوسياسية يعني ما حصل اليوم من استهدافات لمنشآت نفطية أنا لا اعتقد انه سيترك أثرين كبيرا على الأسعار ربما ستعود غدا أو بعد غد إلى مستواها السابق لكن الحقيقة اللور الأكبر للعوامل الاقتصادية لأن العامل الاقتصادي للاقتصاد العالمي يشهد ركود كبير نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين هذه الحرب التجارية التي انعكست في آثارها على كل الاقتصادات العالمية يعني هذه الحرب تمثلت برفع التعرفة القمرقية بين الطرفين تمثلت بتخبيض سعر الإيوان الصيني الذي أيضا زاد من تدهور الأسواق العالمية لأنه زادت من حدة الصراعات التجارية بين الدول ما يعني هذا سيد عبد الرحمن؟ هل تغيرت محركات الصيني النفطية؟ يعني التوترات التجارية موجودة وهي في أوجهة تفاعل السوق معها؟ هذا الحرب التجارية الحرب التجارية أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على المنتجات الصينية والصين أكبر مستهلك يعني احنا كنا سابقا قبل أكثر من ثلاث سنوات نتحدث عن أكبر مستهلكين للنفط اللي هما الاقتصاد الصيني والاقتصاد الأمريكي اليوم أمريكا هي مصدرة ومصدر جيد ومؤثر على السوق النفطية يبقى قاطرة الاقتصاد العالمي هي من تقود هذه القاطرة هي الصين الركود الاقتصادي الذي صاب الصناعات والمنتجات الصينية أدى إلى انخفاض الطلب الصيني على النفط العالمي والصين تستهلك أكثر من 11 مليون برميل يوميا ولذلك شوف انعكست بآثار سلبية على كل الأسواق العالمية هي ليست فقط في الصين وإنما تبعتها اقتصادات أخرى خاصة في أوروبا الغربية والأجواء المتشائمة سواء صندوق النقد الدولي أو المنظمات المعنية بالتوقعات الاقتصادية تشير إلى أن العام 2020 سيشهد ركودا كبيرا تراجع في نمو الاقتصاد العالمي طيب من أتوقعه إذن من تأثير تلك العوامل على الأسعار على المدى المتوسط تأثير تلك العوامل كيف سيكون يعني الأسعار الآن مريدة عن النطاق المتوقع أعتقد أنه سواء من وكالة الطاقة أو منظمة أوبك أعتقد ستصاب بهزة عنيفة الأسعار خلال العام القادم يعني هي ربما ستكون غير مستقرة خلال هذه الأشهر المتبقية من عام 2019 ربما تصل إلى 50 دولار أو أقل من 50 دولار لكن في عام 2020 نتوقع أن يشهد هزة عنيفة ربما تزيد عن هزة الأسعار في عام 2014 خيارات أوبك إذن كيف يمكن أن تتأثرها؟ هل يمكن اللجوء إلى تعميق أو توسيع الاتفاق بشكل عام؟ أنا أعتقد أن أوبك تسعى إلى المحافظة على التوافق بين الدول المنتجة من أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك لكن أنا أعتقد أنه إذا ما انخفضت الأسعار بشكل كبير سينفرط عقد هذا الاتفاق لأنه كل الدول اليوم المشكلة الدول المنتجة هي بحاجة ماسة للأموال لتمويل المشاريح لأنه كلها بنية موازنات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير على عكس الدول المستهلكة وبالتالي سينفرط هذا العقد وأنا أعتقد بوادر هذا الانفراط بدأت عندما نلاحظ أنه الإنتاج الروسي خلال هذا الشهر زاد عن الشهر السابق نعم أشكرك جزيلا شكرا المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني كنت معنا عبر شاشة الغد من بغداد شكرا